أدارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليدلوكم أيكم أحسن عملهم وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا مما ترى في خلق الرعمال من تفاوت فاردع البصر هل ترى من فطور ثم ارضع البصر كروتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد سيننا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للسياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم ورئس المصير إذا ألقوا فيها سمينها شريكا وهي تخور فكانوا تميز ممن غير كل ما ألقي فيها فرج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاء أنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لكم ما نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغير لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولهم أو جهروا به إنه عليم بذلك الصدور ألا يأذن من خلق وهو النطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذنونا فانشوا في مناكبها وكنوا من رزقه وإليه النشور أأنتم من في السماء أن يفسف لكم الأرض فإذا هي تمور ألأنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصدا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير ألم يرون القير فوقهم سارة ويقبض ما ليسكمن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي أهوكم لكم ينصركم من دول محمال إن كافرون إلا في غروح أمن هذا الذي يرزقكم إن أنسك رزقه ونذكر في يغتر منه نكور أفمن ينشي مكبا على يده أهداء من ينشي صليا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشاكم واجعل لكم السمع والأبصار والدفئدة قليلا لا تشكرون قل هو الذي جبركم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون لك هذا العب إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأيهم الفتاة من سيئة وجوم الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعلي توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم من دماء معين